وصل عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجماعي الحالي إلى 137 ألف طالب وطالبة حتى الآن وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوة مشيرا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأربعاء وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أكد عطى أنه لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتداء المسك الطبي واتباع التعليمات المنظمة للعمل بهذه المعامل